لم تكن في الحسبان رئاستهم لليبيا حتى ولو لفترة مؤقتة كونهم رجال مال ولم يتصدر طيلة الأعوام الماضية المشهد السياسية شخصيات اعتبارية في الحكومة الحالية تنوي ترشح للرئاسة في انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر رغم أن مخرجات جونيف وضعتهم فقط كحكومة مؤقتة ينتهي أجلها في نهاية العام للتجهيز إلى الانتخابات فقط وفق إطار زمني محدد ولكن يبدو أن هناك مستجدات تخالف بنود الاتفاق حسب ما أعلنت الصحف المحلية أن خبراء قانون كشفوا عن نية البعثة الأممية تعديل قانون الانتخابات الليبية بما يمنح لهذه الشخصيات الفرصة للترشح إلى الانتخابات الرئاسية رغم أنهم لم يتخلوا عن مناصبهم لخوض سباق الانتخابات فيما سبق خرج مجلس النواب بالمادة الثانية عشرة من قانون الانتخابات الرئاسية والتي تقول إن الذين يرغبون في الترشح عليهم أن يتوقفوا عن أعمالهم قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر سواء أكان مدنياً أم عسكرية وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة البعثة الأممية دعت مجلس النواب إلى تعديل القوانين الانتخابية واعتماد التعديلات التي طالبت بها المفوضية العليا للانتخابات كما دعت لإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات بحسب وصفها أي ما يسمح لهذه الشخصيات بالمشاركة رغم أن الوقت المحدد فاتهم ولم يتخلوا عن مناصبهم بالإضافة إلى اليمين الدستوري بأنهم لن يترشحوا ولا القوانين تسمح لهم بالترشح إذن هل كانت نيتهم من الأساس الترشح للانتخابات الرئاسية عن طريق استلام مهام حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ولماذا هذه التغيرات في القرارات المتفق عليها في جونيف من قبل البعثة الأممية نشاهد في الأيام القليلة القادمة الفصل نهائياً في هذا الأمر ووضع النقاط على الأحرف بشأن الرابع والعشرين من ديسمبر الموعد المرتبط بنجاة ليبيا وإحيائها من جديد